أكد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أن قيمة العملة العراقية محفوظة أمام الدولار مشيرا إلى أن هناك مضاربين وتلاعبا من قبل المفسدين الذين يريدون أن يؤثروا على الأوضاع الاقتصادية للبلاد وقبيل مغادرته إلى طهران قال العبادي أنه لا خوف على سعر صرف الدنار العراقي مقارنة بالدولار الأمريكي وأن السلطات ستضرب المتلاعبين بلقمة عيش العراقيين وبأسعار الدولار بيد من حديد موسيقى